نختم عدد اليوم ببراءة الأطفال أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أثار تفاعلا كبيرا حيث وثق المقطع براءة طفلة صغيرة تلاعب شقيقها الرضيع في صحن الطواف بالمسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية هذه بعض السور الفيديو أظهر الطفلة الصغيرة التي قامت بوضع شقيقها على سجادة صلاة وبدأت تتجول به كما تتابعون في صحن الطواف وسط فرحة الرضيع وحتى المعتمرين الذين تفاعلوا معها بكثرة وقاموا بتصويرها هي وشقيقها الرضيع لنتابع هذا الفيديو هو فيديو جميلة هذه الطفلة حفظها الله وشقيقها الصغير رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكيد لم يفوت هذا الفيديو وعلقوا عليه بكثرة على منصات التواصل جمعنا لكم بعض التعليقات هذا الحساب نانا على صفحته ما شاء الله الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب أيضا هذا الحساب عيد كتب على موقعه ما شاء الله تبارك الله العظيم وأتوب إليه أيضا هذا النصر المصري أعلق الأطفال هم أحباب الله الشرف الأطفال أحباب الله ومن يرفض وجود الأطفال في هذه الأماكن هذا كلام غير صحيح ومن أطهر من الأطفال قلبا وجسدا أيضا هذا الحساب كتب أحلى شيء بالدنيا هو براءة الأطفال ما شاء الله أنتم أيضا مشاهدين يمكنكم التفاعل معنا برصفحات الشروق الإخبارية إلى هنا نسل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من ترندينج الشروق نيوز دمتم في طيب المتابعة وكرم الإصغاء سلام الله عليكم